قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قالت إن إجمالي المبالغ المحولة للبنوك والخاصة بصرف المعاشات التقاعدية خلال أزمة وباء كوفيد-19 بلغت نحو 263 مليون دينار شهريا وأكدت المؤسسة أيضا على حرصها على استمرار وإنجاز المعاملات بالنسبة للمواطنين منذ بداية الأزمة ومشيرة إلى أن عدد أصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقية الأنصبة الذين تحصلوا على معاشاتهم الشهرية بلغ نحو 217 ألف شخص في حين بلغ عدد الحالات الجديدة لصرف تعويضات البطالة 311 حالة